هذا وأكد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدى حفظه الله على عمق العلاقات الأخوية التاريخية المتينة التي تجمع مملكة البحرين والجمهورية التونسية الشقيقة أشهد جلالة الملك المفدى بما تشهد العلاقات البحرينية التونسية من تطور مستمر على كافة الأصعدة خاصة في مجال التعاون والتنسيق الأمني بما يحقق المنفعة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك خلال استقبال جلالة الملك المفدى في قصر الصافرية معالي السيد الهادي مجدوب وزير الداخلية بالجمهورية التونسية بمناسبة زيارته للمملكة حيث نقل إلى جلالته تحيات وتقدير أخيه فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية الشقيقة وتمنياته طيبة للبحرين وشعبها دوام التقدم والرخاء فيما كلفه حفظه الله بنقل تحياته وتمنياته إلى فخامة الرئيس التونسي وتمنياته للشعب التونسي الشقيق المزيد من الازدهار والتطور ورحب صاحب الجلالة بالوزير الضيف منويا بمثل هذه الزيارات التي تسم في تطوير التعاون والاستفادة من التجارب والخبرات في مختلف المجالات لما فيه خير البلدين وشعبيهما الشقيقين وخلال المقابلة أشاد جلالة الملك المفدى بزيارة ناجحة التي قام بها فخامة الرئيس الباجي قائد السبسي لمملكة البحرين في شهر يناير من العام الماضي وما حققته من نتائج مثمرة وما شهدته من توقيع الاتفاقيات ومذكرات التفاهم في العديد من المجالات والتي تعزز من علاقات البلدين الشقيقين وأشار جلالته خلال اللقاء إلى التحديات الأمنية التي تواجهها المنطقة والتي تستوجب مزيدا من التشاور والتعاون المشترك بين الأشقاء لمواجهة التطورات والمتغيرات المتسارعة معربا جلالته عن تمنياته لتونس دوام التقدم والأمن والاستقرار ترجمة نانسي قنقر